دور مهم أين بي اتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية الاتلاف كثف استعداده خلال الفترة اللي فاتت من أجل بدء عمليات المتابعة والرصد للتصويت بكرة وعلى مدار ثلاث أيام من التصويت مؤسسات الاتلاف هم سبعة وعملوا جهود قوية جدا عشان يكونوا جاهزين لمتابعة أيام التصويت تفاصيله معلومات أكتر عن هذا الاتلاف ومجهوده هنعرفه من ضفتنا اللي منورانا على التليفون دلوقتي الأستاذة مارينة سامي المنصق الإعلامي لإتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات الرئاسية أستاذة مارينة صباح الخير صباح النور يا فندم يا أهلا بحضرتك لو نعرف سادة المشاهدين أكتر عن اتلاف نزاهة عن مما يتكون هذا الاتلاف ومهمته خلال الفترة القادمة طبعا أهلا بيكم وأهلا بضفق الكريم إحنا اتلاف نزاهة بيدوم سبع منظمات خمس منظمات دولية من اليونان ورومانيا والغانا والغاندا والكونغو ومعينا منظماتين مصرياتين اللي منها مؤسسة ماعت للسلام والترمية حق الإنسان ومؤسسة شركاء من أجل الشفافات إحنا عدد المتابعين اللي معينا 54 متابع دولي تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلين عن 34 دولة مزيد أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية قوامل الاتلاف 100 شخص ما بين المتابعين دوليين ومترجمين ومناصقين محليين وإداريين وأعضاء لغرفة العمليات والرز أكيد طيب غرفة أو الغرفة المركزية للاتلاف اللي هتكون موجودة في منطقة متابعة سير العمليات الانتخابية داخل اللي جان على مدار أيام الانتخابات الثلاثة لو تكلمين عن هذه الغرفة وكيف يتم فيها المتابعة طبعا إحنا عندنا حكثين الحاجة الأولانية هي غرفة العمليات وده تبقى شغالة 24 ساعة على مدار الساعة لحظة بلحظة بيتم التنسيق بين غرفة العمليات المركزية اللي عندنا وبين المتابعين الدوليين اللي بينزنوا في اللي كان خلال الفترة اللي جاية اللي هو الثلاثة أيام عملية المتابعة هتتم في عشر محافظات هنبدأ نزور 2400 لجنة فرعية من أصل 10.000 لجنة على مستوى الجمهورية وده بنسبة يعني هنبدأ نتابع 24% من عدد دجانة الانتخاذية القرعية الموجودة في مصر بدأنا بالفعل من النهاردة تأسيم المتابعين الدوليين على 11 فرقة من المقرر أن كل متابعة دولي هيزور 25 لجنة فرعية خلال اللوم رعينا كمان في توزيع المحافظات جميع الأقلين الجغرافية المصر القاهرة، اسكندرية، دلتا، القناة، الصعيد وكل ده بيتم بالتنسيق المتابعة الدولي أثناء وجوده في اللجنة بيكون معاه استمارات الاستمارات دي فيها مجموعة من الأسئلة بيتم أنه يشوف الأسئلة دي بيبص في كده بعينيه بيتابع وبيجاوب على بعض الأسئلة أو بيجاوب على الأسئلة الموجودة في الاستمارات دي المرات دي كمان عملنا حاجة إيجابية نحن عملنا الاستمارة ديجيتال فبقت موجودة على الموبايل معاه يقدر أنه هو بالموبايل يجاوب على الأسئلة طبعا كل ده بيوصل لغرفة العمليات بتاعيسنا لحظة بلحظة عظيم طيب هل زيارتنا للجان؟ هل مثلا هيكون مخطط لأنه اللجنة نزورها مرة واثنين وثلاثة؟ أو هنزور أكتر من لجنة؟ حيث أن هنا نزود عدد اللجان اللي بيتم زيارتها من قبل الرصيدين الميدانيين؟ لا طبعا اللجان احنا هنزور 2400 لجنة احنا عندنا كم كتير من اللجان الفرعية اللي احنا مفروض نزورها مش هيتم تكرير اللجنة يعني اللي هيضار النهاردة مش هو الهضار بوكرا مش هو الهضار بعده العشر محافظات هنتابع فيهم لجان فرعية كتير قوي فمش هنقرر اللجان اللي احنا دخلناه اكيد لو تكلمين عن دور الرصيدين المركزيين داخل اللجان ومرحلة ما قبل دخول اللجنة نفسها احنا طبعا غرفة العمليات هنا بتتابع رصد كل حاجة بنرصد كل حاجة بنرصد على السوش الميديا بنرصد ردود الأفعال بنرصد التلفزيون والميديا بنرصد كل الكلام ده عشان نقدر نشوف كمان نسبة المشاركة ويتابعوا مع المتابعين من خلال الاستمارة لحظة بلحظة بكل الملاحظات كل الاسئلة لو فيه اي حاجة بنتابع مع بعض يعني تلفونيا يعني طبعا احنا مش بيتم التدخل لان احنا متابعين فقط احنا نرصد فقط يعني وبنعمل تقرير اه طبعا يومي ولا بعد الثلاث ايام لا بعد عملية التصويت خلال الثلاث ايام هتتم مرحلة التقييم اه انه احنا هنبدأ نعود مع المتابعين الدوليين اللي نزلوا اللجان وهيتم بقى تفريغ الاستمارات كلها هيتم رز كل الملاحظات اه من المتابعين الدوليين ده هيكون يوم تلاتاشر اه تلاتاشر بعد التصويت على طول تلاتاشر واربعتاشر هنقعد مع بعض ونعمل اجتماعات علشان خاطر نعرف ملاحظتهم نعرف اراءهم ردود افعالهم اه ونجمع كل النقاط اللي موجودة في الاستمارات اللي تم تجمعها على مدار التلاث ديام ونبدأ نكتب التقرير المبدئي ان شاء الله يوم 16 ديسمبر هيكون في مؤتمر صحفي هنعلن فيه عن التقرير الاولي لاتلاف نزاها وشهادات المتابعين الدوليين خلال رصدهم في اللجان اكيد كل شكرا لك لو ساذة مارينا سامي المناسق الاعلامي لاتلاف نزاها لمرابط الانتخابات شكرا جزيلا لك